السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنشتغل مع بعض النهاردة منهج كي جي 2 الترمي الاول كتاب ديسكافر احنا خلصنا شابتر 1 والنهاردة ناخد مع بعض شابتر 2 اللي هو كلاس بورتري الاول ان شاء الله هنزل لكم فيديو فيه خلاصا مفروض ابنك يعرف ايه عن شابتر 1 والكلمات اللي هيحفظها وايه الحاجة الاور اللي هيحفظها وان شاء الله كمان هنزل لكم نلخص شابتر 2 اللي احنا شغلين فيه بس الاول نشرحهم من كتاب المدرسة وبعد كده ننزل الملخص بتاعه يلا بينا نشوف عندي بيتج بتقول same and different يعني المتشابه والمختلف الديريكشن بيقول كتاوذة dashed squares عندي هنا dashed square يعني مربعات من القطة تمام هعمل لها cut بيقول لك decide which families are the same وكرر اي العائلات اللي موجودة دي في ال dashed square دي اي العائلات اللي موجودة في المربعات المنقطة دي same متشابهة وبيقول لك please this square يعني غير مكانها on top of the same books يعني العائلات المتشابهة حطها تحت البوكس اللي مكتوب عليه same تمام وبعد كده بيقول لك please بيقول لك decided which families are different وكرر اي العائلات مختلفة we placed يعني غير مكان مكانها this square on top of the different books حطها تحت المربع اللي مكتوب في different يلا نشوف مع بعض اول حاجة اول square معانا مكتوب عليه نوها has two sisters يعني نوها عندها اختين تمام وي تاني square مكتوب في adult has one sister with number three مكتوب sam sam had three brother عنده تلات اخوات my has two sister ما عندها اختين فاحنا هنعمل cut للمربعات دي وخلي ابني يحط العائلات المتشابهة تحت same والعائلات المختلفة تحت different طبعا نوها ومي same عشان عندهم two sister انما adult وسامح different عشان عيدل عنده one sister وسامح عنده three brother تمام next page بتقول family members يعني اعضاء العائلة بتاعتي عندي parents عندي sister عندي brother المفروض كل واحد هيكتب او هيرسم الparents بتوعه والعنده sister هيرسم sisters بتوعه والbrother هيرسم الbrother واللي ما عندوش brother مش هيرسم حاجة واللي ما عندوش sister مش هيرسم فيها حاجة بعد كنا عندي هنا extending family يعني امتداد العائلة الdirection بيقول ask your parents اسأل ابواك this is questions هذه الاسئلة اول حاجة نقول هنجيب mommy ونسألها بيقولك mommy has dot او space sister يعني مامي عندها كم اخت هنسأل mommy ونحط الnumber في الاسباس الفاضية دي my mommy has نقط brothers يعني مامي عندها كم اخ ولد تمام الجنب التاني بقى مكتوب my daddy هنجيب daddy كده بابا ونسأله my daddy has dot my daddy has نقط sister بابا عنده كم اخت my daddy has نقط brothers بابا عنده كم اخ وعندي هنا ريكتانجل حلوين اوي او ريكتانجل مكتوب في aunt اللي هي عمتي وبيعرفك او عمتي او خلتي بيعرفك التعريف بتاعها اللي هي my mom's sister اللي هي اخت ماما اسمها aunt او my daddy sister اخت بابا aunt تمام وانكل بيعرفك تعريف الانكل اللي هو my mom's brother يعني اخو مامتك او my dad's brother اخو باباكي وهنكتب النمبر بتاعه تحت كمان بيقولك extended family tree يعني شجرة امتداد شجرة العائلة بيقولك draw يعني ارسم members اعضاء of your extending family ليه امتداد العائلة بتاعتك يعني هنرسم اول حاجة grand parents اللي هما الاجداد هنكتبه هنرسمهم وبعدين aunt اللي هي العم او الخالة والparents اللي هما الابوان وبعدين الانكلز اللي هما الاعمال او الخلان وتحت خالص هنرسم me اللي هو انت brothers اخواتك and sister واخواتك الوانات بعد كده بيقول families اللي هي عائلة working and helping بتعمل وتساعد بعض يعني العيلة دايما بتساعد بعض وبتشتغل together مع بعض direction ارسم صورة of your extended family ارسم صورة لامتداد عائلتك working together بيعملوا مع بعض or helping each other وبيساعدوا بعض ممكن اتخيل مثلا ان في عندنا عزومة واحنا بنساعد بعض فيها او طالعين بيكنيك رحلة في بارك كبيرة وبنساعد اللي بيساعد في الشواء واللي بيساعد في تحضير المكان وهكذا هنعمل بقية نرسم نعمل draw وتحت بيقولك when امتى عشان كده مهم او الولاد يعرفوا او يحفظوا ايام الاسبوع ويحفظوا شهور السنة زي ما انا كنت حطها لكم باغنية january february march abril تمام وبعد كده بيقولك where اين اروح تفقانه مكان هنكتب الكلام ده تحت who من يعني انا بسأل مع مين تمام بعد كده بيقولك cleaning is caring تمام هم نكلم هنا عن التنظيف والtools الادوات بتاعت الcleaning بتاعت التنظيف الdirection بيقول tools help us clean الادوات بتساعدنا ان احنا ننظف draw ارسم a tools الادوات to help اللي هي هتساعدك to help you clean the classroom الادوات اللي هتساعدك فيها ان انت تنظف الclass بتاعك تمام ممكن نرسم طبعا prune اللي هي المكنسة او هرسم mob اللي هي الشرشوبة اللي بنسيق بيها تمام جنب البابت اللي موجودة معنا دي بعد كده بيقولك recycle college art يعني recycle اللي هو اعادة تصنيع والcollage art اللي هو بيبقى فن تجميع الورق ولزقه خدناه قبل كده في KG1 direction بيقول we can reuse paper for art we احنا نستطيع reuse ان احنا نعيد استخدام paper الورق for art للفن reused يعني انت عيد استخدام paper to decorate عشان decorate زين the heart استخدم بقى الورق اللي عندك ان انت تعمله recycle اعادة تدوير ونبتزي ان احنا نجيب glue ونلزق في الهارت ده والهارت ده مكتوب I يعني انا والهارت ده بيشير الى love كلمة love يعني احب my class يعني الفاصل بتاعي بعد كده all about jobs بنكلم هنا عن jobs اللي هي الوظيف كل وظيفة بتعمل ايه وايه tools بتاعتها اول حاجة بيقولك doctors اللي هو الدكاترة help sick people بتساعد المرضى تمام والdoctors اللي هم الاطباء used x-ray بيستخدموا الاشعة اشعة x عندي كمان farmers اللي هم المزارعين grow planets بيخلوا النباتات ايه grow تنمو الفارمرز use tractor الفارمرز بتستخدم ايه التركتور اللي هو الجروف دوت عشان يخلوا grow planets نباتات تنمو بل كي بيتكلم عن scientists اللي هم العلماء بيعملوا ايه do experiments بيعملوا تجارب طب ايه tools بتاعتهم الادوات scientists use flasks flasks اللي هي الانبيب اللي انتو شايفانا في ايد الدكتور دي اللي بيحطوا فيها المواد عشان ينتجوا مواد تانية بعد كده عندي firefighters اللي هم رجال الاطفاء boot out fire يعني بيخمدوا النيرون بيستخدموا ايه tools بتاعتهم firefighters use houses اللي هي خرطيم المية الكبيرة بعد كده نتكلم عن others اللي هم الكتاب او الروائيين write books بيكتبوا كتب others use pants بيستخدموا الاقلام وبالكي نتكلم عن الخبازين اللي هم bikers cook bread بيخبزوا العيش bikers use بيستخدموا ايه بيستخدموا ruling pants اللي هي النشابة ruling جاية من الدرس اللي احنا خدناك فكي جي وان الترمي التاني اللي هو roll يعني تضحرج rolling يعني بتعمل ايه بتعمل تضحرج rolling bins تمام بعد كده هنا بيقول job puzzle direction بيقول you can't put the job back together ممكن تخليهم تاني مع بعض المفروض نحنا بنجيب المقاصة ونعمل cutting للصورة على الضغط دي ونفرقها للطفل والطفل يرجع يعمل لها تاني كأنها بازل يرجع يجمع الصورة تاني مع بعض وعندي هنا firefighter وعندي doctors بعد كده بيقولك هنا favorite jobs board paragraph الparagraph اللي قدامنا دوت المفروض بيدينا بيانات ان احنا هنعمل لها read هنقروها ونجاو على الاسئلة اللي تحت دي direction بتقول read the paragraph اقرأ الparagraph اللي موجود قدامك ده answer وجاوب the questions below وجاوب على الاسئلة اللي موجودة الاسئلة ونرجع تاني الparagraph الاسئلة بتقول how many doctors كام عدد الاطباء يلا بينا نطلع فوق عند doctors ونبتدي نعد one two three يبقى هنكتب تحت three بعد كده بيقولك how many science كام عدد العلماء one two three four يبقى عندي four science بيقولك how many others اللي هو كام عدد الكتاب one two يبقى عندي two others how many خلاص كده اخدنا الاثر بيقولك circle the job that most of your classmates classmates اللي هي زملاء الصف او الزملاء اللي معيك want to be هنعمل كده استطلع رأي ونشوف الاطفال معنا في الفصل وكل واحد نفسه يطلع ايه وهشوف job that most اكتر وظيفة عايزين يطلعوها عندي في الفصل ويحط عليها circle مثلا دكتور بعد كده بيقولك underline يعني حط خط تحت that job الوظيفة that most of your classmates don't want to be مش عايزين يشتغلوا الوظيفة دي ايه اكتر وظيفة زملائي في الفصل مش عايزين يشتغلوها او لما يجبار مش عايزين يبقوها هحط تحت underline بعد كده بيقولك murals murals اللي هي الجداريات ودفن طبعا بيبقى في الجدار فاضي ويبتدون هم رسمين او بتوفنون الجميلة يبتدون يرسموا عليه اشكال many يعني عدد كبير قوي من من الصور بيتبقى متدخلة مع بعض وتكون الميرل اللي هي الجدارية دي يعني الجدارية دي are made of many images عدد من الصور المفروض ابنك هيعمل ايه بقى what do you see هتقول what do you see انت شايف قدامك هيبتدى هو بقى يطلع الاشكال الموجودة جوه الصورة دي في بردز كثير اوي في هنا باروت في هنا all بوما في باروت اللي هو بغبغان في هور في اشكال كثير اوي جوا خليه هو بقى نشاغ خياله واركا بيقولك now يعني دلوقتي and future يعني دلوقتي وبعدين الdirection بيقول draw yourself now ارسم نفسك دلوقتي and then draw what do you want to be in the future وعايز تبقي في المستقبل اول حاجة عند كلمة now هيرسم نفسه student ويقول i am student انا طالب وعند كلمة future هيرسم الوظيفة اللي بيحبها واللي يكون ان هي دكتور ويقول عفوا ويقول i will be a doctor انا عايز ابقى دكتور والصفحة اللي بعد كده بتقول my communities communities يعني المجتمعات بتاعتنا الdirection بيقول write your name اكتب اسمك in the me circle في الدايرة بتاعت me وwrite Egypt in the country circle واكتب Egypt في السركل بتاعت الكانتري طبعا هو هنا بيجمع لك الcommunity اللي الطفل موجود فيها يعني ايه المجتمع اللي الطفل موجود فيه اللي هو me نفسه وبعدين موجود في family العيلة وبعدين موجود في school مدرسة وبعدين موجود في sati اللي هي المدينة بتاعته وبعدين موجود في ال country او البلد اللي هو بينتمي بها بعد كده بيدينا national anthem اللي هو النشيد الوطني لازم الطفل يحفظ النشيد الوطني بتاع بلده ال direction بيقول lesson استمع as you read the charts الهو مع القرال وال النشيد الوطني مع القرال follow the world with your finger واتبع الكلمات بصباعك القرال بيقول بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أمة البلاد أنت غايتي والمراد وعلى كل العباد كم لنيلك من أيدي بلادي 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 لك حبي وفؤادي بعد كده بيقولك a piece of Egypt يعني قطعة من مصر ال direction بيقول draw ارسم what you collected اللي انت جمعته in on the natural walk يعني مفروض ابنك هيعمل natural walk يعني ان هو يمشي في الطبيعة خرج بقى على بحر خرج في جوردن خرج في بورك تمام الفس حلوات فسحة وهيعمل collect هيجمع سواء بقى جمع planet flower جمع leaves يعني جمع اورق شجر جمع زهور جمع ستون احجار تمام المفروض ان هو يعملها draw في البيت جيني بارك بارك بيقولك binting our communities احنا هنرسم مجتمعنا الـ direction بيقول bint something you learn about your school يعني ارسم حاجة تعلمتها في مدرستك او شفتها في مدرستك ممكن يرسم جوردن ممكن يرسم افلاج عالم ممكن يرسم library مكتبة ايه اكتر حاجة اتعلمها في مدرسته هيبتدي ارسمها وتحت بيقولك bint يعني ارسم something you learned شيء انت تعلمته about your country عن مصر وطبعا ايجبت احنا موجودين في ايجبت ايجبت طبعا موجود فيها معالم كتير تبتدي تعرفي ابنك على المعالم اللي موجودة في البلد سواء كانت بقى الاهرامات المعابد القناع الجوردنز تمام وتشوفي ايه اكتر حاجة مصر متميزة بيها ويبتدي ان هو يرسمها وكده نكون خلصنا شابتر 2 وان شاء الله انتظروا الملخص هنزلوا ان شاء الله بعد الفيديو ده ملخص شابتر 1 المفروض ابنك يعرف ايه ويذكر ايه وايه الكلمات اللي عليه وايه الحاجة القرى اللي عليه ولو استفدنا من الفيديو ما انساش نعمل لايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته